الزميل العزيز إبراهيم مينيسي كان اليوم يتلقى التكريم في كلية الإعلام وكانت الدعوة موجهة من عميد كلية الإعلام الأستاذ دكتور حسن عماد مكاوي وأقيم هذا المؤتمر تحت رعاية الأستاذ دكتور حسام كامل رئيس جمعة القاهرة وبحضور الأستاذ عزي الدين أبوستيت نائب رئيس الجمعة لشؤون التعليم والطلاب والدفعة سميت بدفعة الأستاذ دكتور علي عجوة الدفعة المكرمة يعني أستاذ وهو أحد أبرز الخرجين طبعا وكان عميد الكلية عزيزي إبراهيم تم تكريمك في هذا اليوم بصفتك إعلامي تستحق التكريم من خريجي يعني ما أنتش راجل زي حالتي جاي بالخبرة أنت جاي راجل أكاديمي مؤهل وكنت من المتفوقين في الكلية فلم تكرم فقط بصفتك من المتفوق الكلية للمعاهد التأهيل الإعلامي في الوطن العربي يعني منذ بدايتها انبسقت عنها معاهد كتيرة وبعض الكليات في الوطن العربي وظلت هي المظل الأم للإعلام كعلم بتحتفل في تقليد سنوي جيد جدا بتخريج دفعة هي من الكليات التي تعتبر جديدة أه طبعا هي مجيزي الأوي لكن أنا لما أخذت سنة العامة وكانتش موجودة وبدأت حتى بعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدأت مع بدأت مستضافة لأنه أنا أقول لك على حاجة إحنا لما دخلنا ما كانش موجود مقر لكلية الإعلام كانت موجودة دور أخير في مبنى الاقتصاد والعلوم السياسية ما أنا بقول لك هي بدأت بعدها على الضبط بدأت 74-75 أول التحاق كلية الإعلام بتعمل تقليد سنوي للاحتفال بخريجيها فبتستدعي خريجي الكلية ممن تراهم حققوا تميز في الأداء الإعلامي في رؤساء التحرير في الإعلاميين عمتا بتكتفي سنويا بجانب وده تقليد جيد للطلبة وهي بتحتفل بالخريجي أو الخريجين حاصيلة باكالوريوس بيستدعوا معاهم مجموعة من الخريجين القدامة اللي شايفينهم قدموا نجاحات ملوصة كان براس ليهم أحوافز يعني مبدوهم زي فلان وفلان وفلان بيقدم ده نموذج للطلبة وبيعلن حيثياته يعني حتى في كل تكريم هو بيعلن حيثياته ليه بيكرم هؤلاء الخريجين قمنا أقول الجواب اللي جاي لك يمكن أن تضمن بعض الحيثيات دي تفضل في إطار حفل خريجي الكلية دفعة الأستاذ الدكتور علي عجوة هذا العام عشرين اتنشر يعني الدفعة مش الدفعة عشرين اتنشر دفعة عشرين اتنشر دفعة عشرين اتنشر اللي هي بالضبط يسر كلية الإعلام جامعة القاهرة تكريم سيادتكم نظير خدمتكم الإعلامية المتميزة والتي تشهد لكم بالتقدير والاحترام ومسارتكم الطيبة في مجال العمل الإعلام فأنت بتكرم مع الدفعة عشرين اتنشر ولكن كان موذج ناجح من قامات الخريجين السابقين كان أسعدني أنه يبقى موجود في نفس مجموعة التكريم النهاردة أستاذ أحمد سامح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والأستاذ سلمان إناوي رئيس تحرير أخبار اليوم والأستاذ محمد حسن البنة رئيس تحرير الأخبار وعدد كبير من المختلف رؤساء التحرير والإعلاميين والصديق العزيز محمد الغيطي الإعلام المتميز لا أكتر من كده أنا عايز أقولك على حاجة عارف إحنا لما دخلنا سنة أولى أنا هقولك أنت بتقول كله ده لا ده فيه بالنسبة للكلية وكانت النهاردة حتى ما صار حديث الطلبة وده بيتحكي للطلبة علشان أنت بتحاول تشحن طموحهم وتجدد أحلامهم عدما يختار العلم بالموهبة بيوصل صاحبه إحنا لما دخلنا سنة أولى أنا بقولك كنا في ممر في قليلة الاقتصاد مين الدفع اللي كانت في سنة رابعة هي تقريبا الدفع اللي بتقود الصحافة والإعلام في مصر حاليا يعني أنا قلت لك خمات ده أخبار اليوم طيب لما يبقى دفع واحدة فيها ياسر رزق رئيس سحرير المصر اليوم عماد حسين رئيس سحرير الشروق كله مصحابك مجد الجلاد رئيس سحرير الوطن أغير للتلاتة اللي بيتنافسه دفع واحدة عمر أديب يوسري فودة وخدلك حمد رزق مش عايزة نسى حد بس إبراهيم عيسى الدفع الأصغر منهم بسنة هو إبراهيم منصور لكن عايز أقولك أنه في أربع سنين أنت بتتكلم على قادة الإعلام في مصر بالضبط قادة الإعلام في مصر بالضبط دفعة 86 تقريبا هي المتنافسة في الصحافة حاليا الجرائد الخاصة التلاتة المؤسرة طلعت على أديهم على أديهم وثلاتة دفعة واحدة فأنت بتستدعي هذه النمازك للطلبة وهم بيحلفوا القسم كان تقليد رائع الحقيقة النهاردة أستاذ الدكتور محمد منصور هبة وهو يجمع بين العمليين يعني هو أستاذ دكتور في قسم الصحافة في الكلية ورئيس الدسك المركزي في الأهرام المسائي فيجمع العلم مع العمل ظل يردد قسم المهنة والخرجين الجداد بيردد وراه في حاجة مع أولياء الأمور بقولك كليها أنت عارف أنا ليه يعني طبعا أنا ليه بدأت الفقرة دي واستاذين تسلم مشاهدين أن أنا أعرج على هذا التكريم بالإضافة إلى تحييزي ليك لا أشكرك لفكرة أن الناس تعرف مين القامات المؤهلة من خريج كلية الإعلام وإزاي الكلية دي أسهمت في العمل الإعلامي على هذا المستوى ولكن الأهم عشان تحكي لنا على كلمة القسم وكيف أن للمهنة قسم وضمير يحدث في الطب يحدث في حاجات كتير وكيف يؤثر هذا القسم في وجدان الخريج ومدى التزام الناس بالمعايير المهنية شوف لما يظل أنا أرجو أن التقرير اللي إحنا جايبينه يكون فيه حاجة من هذا القسم لما يظل الدكتور محمد منصور يردد أقسم بالله العظيم أن أصون قيمة الكلمة وأن أدافع عن حق الوطن وأن أرعى حرية التعبير والقسم كله على حق مصر حق مصر حق الناس في أنها تعرف أن أنا هعيش واهب قلمي وفكري وعلمي من أجل الحقيقة ولا شيء دونها مهما كانت معاني القسم كلها والطلبة بترددها وهي شايفة الخريجين الأدام اللي بتستدعيم الكلية للتكريم اللي التزموا بهذا الكلام عملوا إيه فهذا الربط الحقيقة بين الأجيال أعتقد كانت الرسالة الكبيرة الموجهة اللي أشعرت كل خريجين كلها أهم ما في الإشارة إلى هذا التكريم أن ننوي عن هذا الفكر والقسم والقيمة والقيمة الأخلاقية اللي بيصلح بها الإعلامي والذي ينبغي أن يتمسك بيها حتى مش مهندسة الصهية هي الفكرة فكرة الإعلام ما هي أنت بتتكلم على صياغة وجدالناس إحنا الألم أقوى من المدفع طبعا وطعنة الكلمة أكثر يعني تأثيرا وإدماءا من طعنة الخنجر صحيح صحيح الكلمة يا جماعة ربنا أقسم بنون والقلم الكلمة يا جماعة إذا ما استخدمتش صح تعز بالناس كتير وتقضي على مجتمعات عايزين نشوف حاجة من التقريد عشان نرجع لموضوعنا نتفضل وتظل كلية الإعلام هي كلية الإعلام تتعثر الخطى ونتنكب الطريق أحيانا ولا يجد صانع القرار في مصر إلا كلية الإعلام ملاذا وملجأا في كلية الإعلام تضاء العقول وتضيع وتهدي الضال والمتحير في كلية الإعلام في كلية الإعلام نبصر في كلية الإعلام إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تبنا وآمنا وعهد أن نعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم سيد الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور علي عجوى أستاذ العلاقات العامة والعميد الأسبخ لكلية الإعلام جامعة القاهرة السادة المكرمون رموز وقيادات الإعلام المصري من خريجي كلية الإعلام الزميلات والزملاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والزملاء العاملين بكلية الإعلام جامعة القاهرة بناتي وأبنائي خريجي كلية الإعلام الضيوف الكرام هذه الدفعة نحتفي بها بإسم أستاذنا الرائد أمدى الله في عمره الأستاذ الدكتور علي عجوى الذي نهلنا على يديه العلم والخبرة والخلق الرفيع والقدمة والقدمة الحسنة باعتباره أحد الأساتذة الرواد لكلية الإعلام جامعة القاهرة نرحب بكم جميعاً في رحاب جامعة القاهرة رائدة التنوير في مصر والعالم العربي الأبناء الأبناء الخريجون لكم كل الفخر بانتمائكم إلى كلية الإعلام مصدر الإشعاع العلمي والتقني والتأهيلي هذا المصدر المتفرد على مستوى المنطقة العربية الكلية صاحبة الرأي والرؤية ركيزة حرية التعبير المنفتحة على كافة المدارس دون تحفظات الأستاذ إبراهيم المناسي رئيس تحرير مجلة الأهلي أهلي أهلي الأستاذ أحمد تامح لفت نظري أنك كرمت وأنت الإعلامي صاحب القامة في دار الأخبار العريقة لكن تكرم صفتك رئيس تحرير مجلة الأهلي هذا أيضا تكريم لمجلة الأهلي لأنهم رأوها يعني تستحق من خلال رئيس تحريرها أن تكرم أنت المؤسس يا بشمونتس أنت المؤسس لا التكريم مجدود أنت أنا المكرر وأنت المؤسس الله يخلي مش عاديين بقى نوعد نتبادل مجاملات لا يا دي حقيقة تاريخية أنت أنت المؤسس في دارس 74 هذا أيضا